اشتركوا في القناة المسيح في انجيل يوحنة بتبين لنا من هو المسيح بس حابب اوضح حاجة صغيرة بس مهمة قبل ما نسترسل في الحديث انه كلمة انجيل بتعني البشارة البشارة او الخبر الصار فهو انجيل واحد عن الخلاص بالمسيح لكن اتكتب من منظور اربع اشخاص متى مثلا كتب لليهود عشان كده اقتبس كتير من العهد القديم اللي كان مع اليهود ومرقص كتب للرومان وكان هدفه يسرد اكبر كم من الاحداث والمعجزات اللي عملها المسيح كمن جاء ليخدم ولوأ كتب لليونانيين عن المسيح وطبيعته البشرية كابن الانسان اما يوحنة بقى اما يوحنة فكتب للعالم كله عن المسيح كابن الله الذي اعلن لنا من هو القاب اللي قال عن نفسه انا والقاب واحد في اصحاح 10 وكمان قال من رأاني فقد رأى القاب في اصحاح 14 خلوني قد فكرة سريعة عن تقسيم السفر طبعا هو 21 اصحاح من واحد الاثنين بيتكلم عن التجسد وظهار يسوع كابن الله الوحيد الذي هو في حدن الاب حتى مع كونه متجسد على الارض فهو ليس مجرد انسان صالح او نبي او رسول بل هو الله الذي ظهر في الجسد اي في الطبيعة البشرية هو الله الذي يعبد ويطاع وهو ده الحق على فكرة اللي بيغير حياتك وحياتي بالتمام رأسا على عقد اصحاح 2 الاثناشر بيتكلم عن رسالة المسيح ارساليته وخدمته وهنشوف ازاي الرب واجه ردود افعال متبينة فمنهم من امن وتغيرت حياته ونال الخلاص ومنهم من امن لكن بسبب الخوف من الناس انكر انكر واخفى ايمانه ومنهم من تجاهل الموضوع بالكامل ومنهم من قاوم الايمان بعنف لدرجة العداوة مع المسيح والتحرك لاسكاته والتأمر لقتله يا ترى انت عزيزة المشاهد ياللي بتشاهدني الان انت من اي نوع فاصحاح 13 الـ 21 بيتناول الجزء الاخير من حياة المسيح على الارض واللي بيسموه عادة اسبوع الالام واللي فيه بنشوف خيانة يهودة للمسيح وتسليمه لرؤساء اليهود وبعدين الرومان اللي حكموا عليه بصلبه وموته لكن بعد كده بنشوف حقيقة القيامة قيامة المسيح اللي غيرت حياة التلاميذ واللي كانوا هربانين ومستخبين وراء أبواب مغلقة ومغلقة بسبب الخوف من اليهود وحولتهم قيامة المسيح إلى أبطال قادرين بكل مجاهرة على الكرازة وفعالين في الكنيسة الجديدة وهكذا أحبائي دعونا نمتلق نمتلق بالثقة في شخص المسيح الفريد وكمال عمله لفداء نفسنا ونقول مع بولس إن كنا نؤمن المسيح قد قام ومات فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم أيضا الله معه دي طبعا وردت في تسالونيك الأولى أربعة أربعة عشر حبائي حقيقة القيامة قيامة المسيح بالفعل تثبت حقيقة لاهوته وكمان تثبت نجاح إرساليته وقبول الآب لعمل الكفارة اللي قام به المسيح وقدمه عننا وصرنا ننال به ومن خلاله وغفرة للخطايا والحياة الأبدية مبارك اسم الرب ألتقي بيكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية ونتابع دراستنا الشيقة في المسيح في إنجيل يحنى وهنشوف في الأصحاح الأول أفكار في منتهى العمق الرب يبرككم ويكون معاكم